أكد الشيخ محمد بن خليفة الخليفة نائب رئيس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن أعداد المسافرين عبر الجسر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فاقى الثمانية عشر مليون مسافر موضحا أن المعدل اليومي لمرتدي الجسر زاد بنسبة ثلاثة بالمئة عن العام الماضي مشيرا إلى أن المؤسسة العامة تعمل على عدة مشاريع منها زيادة مسارات العبور من تسعة عشر مسارا إلى سبعة وثلاثين مسارا وأضح الشيخ محمد بن خليفة أن المؤسسة العامة تعمل على إنشاء جزيرتين مشيرا إلى أن الجانب السعودي قد انتهى من مرحلة الدراسة والتصميمات وبدأ حاليا في مرحلة الدفان في حين أن الجانب البحريني يعمل حاليا على الانتهاء من التصاميم المطلوبة عداد المسافرين لو نشوف خلال تسعة شهور الماضية في 2016 وصل إلى ثمانت عشر مليون مسافر ثمانت عشر ونصف مليون مسافر تقريبا المعدل اليومي تقريبا سبعة وستين ألف مسافر يوميا وفي تزايد أما المشروع الثاني والمهم والذي يعني كلنا نتطلع في أن يتم إنجازه في أقرب فرصة هو مسألة فيما يتعلق بالرسوم عند البوابات الرسوم حيث تم وضع تصور الهندسي وإعداد القراءة الهندسية لبوابات الرسوم وتم طرحه في منقصة عامة حيث ستصبح هناك ثلاث مسارات طولية تسمح بحركة المركبات بمجرد قراءة ملصق الرسوم على السيارة وهذا سوف يزيد كفاءة الوقت المستغرق لدفع الرسوم يدويا ترجمة نانسي قنقر